بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم مش بنبالغ لما نقول ان مشكلة البوجيهات دي وتلفها السريع حير الملايين من اصحاب السيارات البوجيهات او البلكات او السبارك بلاكز لها درجة حرارة تشغيلية يعني لازم تصل لدرجة حرارة معينة عشان السبارك او الشرارة دي تبقى قوية جدا وفي افضل صورة لها مصميم السيارات حسب مكان البوجيه في السيارة في سيارات بيبقى البوجيه موجود في الجنب زي ما ظاهر قدام حضراتكم والسيارات اخرى بيبقى البوجيه في قلب غرفة الاحتراق مباشرة وده بيحتاج لدرجة حرارة معينة خاصة بمواصفات البوجيه نفسها ايضا بتعتمد شركات انتاج السيارات على الوسط اللي السيارة ماشية فيه سواء كانت المنطقة الجليدية فطبعا بتحتاج ان البوجيه دايما يبقى حار وده اللي حنشوفه مع بعض النهاردة وحنشوف ازاي نثبت ده بالمواصفات العلمية والعملية وازاي ان بعض السيارات بتقعد فيها البوجيهات بالخمس سنين والاربع سنين والمئة الف والمئتين الف وناس بتشتري السيارة جديدة ما بتغير لهاش البوجيهات لخمسة وست سنوات وبتمشي عليها فترة كبيرة والعكس انت تشتري البوجيه مايعودش معاك شهرين تلاتة اربعة بالكتير يقعد سنة ويخرب وتحصل فيه مشاكل كبيرة جدا وحنشوف كل ده في حلقتنا النهاردة مع بعض ما تنساش رابط صفحتنا على الفيسبوك التطبيق اللي على الموبايل اللي حيفيدك في اصلاح وصيانة سيارتك وفيه كل شيء بالتفصيل في الاول حنشوف دول اتنين من البوجيهات لهم نفس المواصفات تقريبا السن واحد طول السن واحد شكل البوجيه حجم السيراميك هنيجي نعمل اياس لحاجة مهمة جدا كلنا بنغفل عنها ودي تقريبا بتبقى سبب معظم المشاكل اللي بتحصل في البوجيهات هنشوف البوجيه حار ولا بارد طبعا بيبقى فيه تجويف هنا هنشوفه مع بعض التجويف ده بيحدد اذا كان البوجيه حار ولا بارد يعني ايه حار ويعني ايه بارد بوجيه حار يعني التجويف ده بيبقى تجويف كبير نازل لمسافة كبيرة داخل البوجيه عشان كده بنقول عليه حار وده بيستخدم طبعا حسب مكان البوجيه وحسب القطر او الوسط اللي شغال فيه السيار هنيجي نشوف كده العمق ده بتاع البوجيه ده وناخد المقاس هناخد العلامة دي الخاصة بالبوجيه ده ونجي للبوجيه التاني اللي له نفس الشكل تقريبا ونفس السنة وحنشوف هل المواصفات زي بعضها ولا لا هنيجي نعلم العلامة دي كمان وهنا هنشوف العلامتين طبعا ظهر الفارق كبير جدا هنلاحظ ان البوجيه ده بوجيه حار درجة حرارته مرتفعة وحنلاحظ حاجة مهمة جدا لو جينا نفحص الجسم بتاع البوجيه هنلاقي عليه زي حار ايه كده اهو طبعا الصفار ده اللي ظهر قدام حضراتكم ده معناه ان درجة الحرارة عالية على البوجيه فمش هيكمل معاك وهتحصل فيه مشاكل عشان هو بوجيه حار وانت جبته مكان بوجيه بارد او درجة الحرارة التشغيلية بتاعت البوجيه ده اقل من البوجيه ده يعني ده بترتفع درجة حرارته بشكل كبير مع انه له نفس المواصفات السنة والطول والسيراميك او حجم السيراميك وكل شيء بس هنلاحظ الفجوة هنروح نختبر البوجيهين دول طبعا هنلاحظ هنا نفس البوجيه تقريبا نفس الحجم ولكن ده له قطبين وده له قطب واحد هنأخذ المقاس وهنا كمان نخذ المقاس ونعلم بالألم هنا هنلاحظ ان فيه فرق ولكن الفرق بسيط في العمق نفسه بتاع البوجيهين البوجيه اللي هو له طرفين سالب هنلاقيه بوجيه بارد وده مفيد جدا طبعا لو انا في الأوساط او الأجواء الحر هنبقى مفيد جدا معايا وحنلاحظ برضو نفس المشكلة لما غيرنا البوجيه الحر في السيارة حصل فيه الاسفرار ده اللي هو ناتج من الحرق دي تاني مشكلة معانا واللي شفناها بالتفصيل اهو نفس الموضوع هنا هنلاقي البوجيه ده مفيش فيه حر ولا فيه اي مشاكل يبقى تتلافى الموضوع ده ازاي في سيارتك لو حتشتري البوجيه حار او لو كان البوجيه بيحصل فيه مشاكل بالشكل ده كده هتطلب البوجيه بارد ليه بارد عشان درجة الحرارة التشغيلية هتقل شوية او البوجيه حيبقى بارد فمش هيحصل فيه بريك داون او انهيار زي ما حضراتكو شايفين وبدأنا في حل البوجيهات زي ما حضراتكو شايفين كده طبعا بحضر بتحل السنة بتاعت البوجيه بالراحة واحدة واحدة عشان ما ينقطمش منك وتحصل مشكلة كبيرة ونضطر لقدر الله ان احنا نفك المكينة بعد كده هنشوف البوجيهات مع بعض ادي البوجيهات القديمة اللي اتفكت ودي البوجيهات الجديدة اللي جبناها بنفس مواصفات السيارة وتعالوا مع بعض نتأكد من المواصفات هناخد واحد من البوجيهات طبعا كلهم نفس الموضوع ونفس الامر نفس المواصفات واول شي هنبصله هي الفجوة او البوجيه حار ولا بارد هنجي نقس مع بعض كده ونشوف البوجيه الجديد ونعلم العلامة بتاعتنا ادي البوجيه الجديد ناخد واحد من البوجيهات القديمة ونقس نفس الامر هنلاقي هنا نفس المقاس او العمق الداخلي يعني البوجيه ده نفس المواصفات بتاعت البوجيه ده ودي حاجة مهمة جدا البوجيهات طبعا ما شاء الله بقالها حوالي اربع سنوات او خمس سنوات مفيش فيها اي مشكلة ومشينا عليها كيلوات كتيرة جدا فماشاء الله نفس المواصفات وطبعا غيرناها لان حصل مشكلة او ميس فير في البوجيه رقم خمسة اللي شفناها مع بعض في الحلقة السابق يبقى مهم جدا البوجيهات اللي قعدت معاك في سيارتك فترة كبيرة او البوجيهات الاصلية لازم تجيبها نفس المواصفات شفنا مع بعض الحرارة او حر ولا بارد نفس المواصفات هنيجي تاني للرقم اللي موجود على البوجيه ده البوجيه القديم وده البوجيه الجديد هنلاقي ان نفس الرقم بالضبط وده اللي بيعبر عن المواصفات اربعة وعشرين ان وهنا اربعة وعشرين ان نفس المواصفات فوق هي زي ما حضرتكم شايفين يبقى مهم جدا عشان البوجيهات تستمر معاك فترة كبيرة في السهرة لابد تراعي المواصفات الخاصة بيها وتعمل اختبار لها تشوف البوجيه اذا كان حار ولا بارد بنفس المواصفات طب البعض بيقول ان انا مش عارف البوجيهات اللي موجودة في سيارتي اصلية ولا لا ولا هي بتاعت الشركة ولا لا مهم جدا عن طريق الرقم بتاع السيريال بتاع السيارة اللي موجود في الاستمارة او الكارت بتاع السيارة تقدر بكل سهولة تعرف المواصفات طب البعض حيقول انا سيارتي مواصفات امريكية وانا في دولة من الدول درجة الحرارة عالية جدا يبقى جيب نفس البوجيه ولكن اختاره بوجيه بارد يعني البوجيه ما يسخنش معايا بسرعة لان في الدرجات الحرارة المنخفضة اللي في الدول اللي درجات الحرارة فيها منخفضة بيبقى البوجيه حار اما في الدول اللي درجة الحرارة فيها عالية باختار البوجيه بارد عشان اطول في عمره الافتراضي ويبقى كده حفصت على البوجيهات لعمره اطول ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وشكرا جزيلا لكم